أسهل وأسرع حلوة اللي ممكن تحضروها في دقائق حلوة بطريقة جديدة كتجي رائعة شكلا وكذلك كتجي أروع مذاقن قرمشة بدون زبدة حلوة فعلا كتجي تحفا نتمنى فعلا جربوها غدي تنال إعجابكم والأهم من هاد شي كامل مكوناتها عندك في الدار وكذلك طريقة تحضيرها سهلة وسريعة نبدأ وعلى بركة الله كنحتاج وقبصها من الملح وحبتين من البيض اللي يكونوا بدرجة حرارة الغرفة أو لدرجة حرارة المطبخ كنحتاجوا كيسين سكر بنكهة الفانيلا سبعة غرام ونصف لكل كيس يعني في المجموع خمسة عشر غرام كنضيفوا السكر الفانيلا على البيض من بعد كنحتاجوا السكر كأس من السكر لكأس القياس ديالو مئة وخمسون ميللي لتر وكوزن لنا مئة وعشرون غرام في السكر سافي كنجيو وكنخلطو جيدا سكر مع البيض حتى كيدو بلينا السكر من بعد كنحتاجوا سواء الناشا او لالكخيم باتيسياخ من اللي كنضيفو الناشا او لالكخيم باتيسياخ كتجينا الحلوة كأنها بالزبدة كتجي فعلا رائعة وخاطيرة يعني حلوة ديال الزيت لكن إلا ضغطوها تقولوا واش الحلوة ديال الزبدة هنا غدي نحتاجوا كأس واحد سواء الكريم باتيسيار ولا الناشا غدي نضيفو ذاك الكأس ديال كريم باتيسيار ولا الناشا وغدي نحركو حتى كينساجم ويدخل لنا في العناصر هنا يا طبعا الكريم باتيسيار را غيجي افضل من الناشا كما كنعرفو الكريم باتيسيار را كيكون شوية من كهو من السم سافي هنا يا كنخلطو حتى كيدخل لنا في الخليط من بعد غدي نجيو وكنحتاجو كيسين من خميرة الحلويات بيكين بودر من وزن ثمانية غرام غنحتاجو غير كيس واحد ونصف ما غنحتاجوش كيسين كاملين إذا نضفنا الكيس الأول ومن بعد الكيس الثاني كنضيفو نصف دياله سافي هنا يا ذيك الخميرة ضفنا لها القليل من دقيق وغدي نغربلوها هنا يا على بركتي الله اضفت الكأس الأول ديال الدقيق هنا تحدفت للقطة الكأس الأول ديال الدقيق مع الخميرة سافي وكنحركو إذا لحد الآن حتاجينا الكأس واحد أنا غنعطيكم الكيمية المضبوطة اللي حتاجيت ليها وانتو مارا غدي تحتاجو أقل مني أو لا أكتر مني على حسب النوعية ديال الدقيق فتقريبا كيكون واحد الاختلاف بسيط هنا يا غدي نضيفو الكأس الثاني إذا الكأس الثاني كنضيفوه نصف بالنصف باش نشوفو العجينة كيفاش دايرة يعني ما نضيفوش دقيق كله دفعه واحدة في الأول سافي هنا يا غدي نزولو الملعاقة وكنبدو ندخلو هدك الكأس الثاني نصف دياله في الدقيق في الخالد إذا نكملنا الكأس إذا نحتاجينا لحد الآن الكأسين من دقيق سافي غدي ندخلوه ومن بعد هدك الكأس الثالث غدي نجي وغدي نعملو نصف دياله وندخلوه كذلك المهم العجينة دي الحلوة دائما كتبقى شوية كتلصق باليد يعني ما كتكونش عندنا هدك العجينة اللي كتكون كما كنقوله صلبة لا ما تخليوهاش تبقى سلبة باش تجيكم ما جيش مشقة وما جيش مشقة سافي نايا غدي نضيف حتى نصف الكأس اللي تبقي يعني عملت ثلاثة كؤوس من دقيق وانتو ما كما سبق لي ذكرت رعلي حساب النوعية ديال الدقيق اللي استعملته سافي من بعد ما دخلنا هدك الكأس سافيها هو الخالد ديالنا جاهزة ولا العجينة ديالنا هده هو القوام ديالها المناسب من بعد عالو بركتي الله كنجيو فوق سطح العمل كنرشو بالقليل من دقيق وكنجيو كنجمعو العجينة ديالنا انا عملت هده هد بلاستيك اللي كيكون هاكا هدي اللي كنطيبو عليها في الفران هي اللي غادي نطلق عليها العجينة هنا يراني اطلقت العجينة صراحة ما كانش عندي مشكل في الكاميرا ما كانش كتصور اطلقتها بالميدلك على هاد الشكل كنتلقوها تقريبا بوحد الصوم كدية الاربعة ميلي متر تقريبا موية ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش غليطة كنجيو بوحد الشوكة وكنبدو نشرطو في العجينة على هاد الشكل هنا كنعتدر لكم فبزاف ديال لقطات تمسحوا لي فما عرفتش المشكل فينا هو كنعتدر منكم سافي هنا كنجيو كنبدو وشتو الشوكة كيفاش كنعملو كنجيو من الطرف وكنبدو نضغطو وحنا يا غادين يعني ضروري ان نضغطو عليها بش جيم شرطة من بعد كنجيبو اي قطار او لا اي طابع عندكم بغيتو ما تعملوش الطابع لا غتقطعوها غير بالسكين بغيتو تعملو طابع عملو هنا هنا اختاريت نعمل طابع حتى بدون طابع ركتجي رائعة هنا على بركتي الله كننقطعو جيدا يعني كنحاولو نضغطو على لدك الطابع مزيان باش كتقطع علينا العجينة هنا من اللي كننبسطو العجينة ولا نطلقوها ضروري ان هنا قنرشوها بالدقيق لانك تكون شوية كتلتاصق يعني نرشوها مزيان باش ما تلتاصق لناش مع سطح العمل اذا العجينة المتبقية غادي نجمعوها وغادي نشكلوها مرة اخرى ونطلقوها كذلك ونعملونيها نفس المراحل اذا هنا بعد ما طلقنا العجينة غادي نجي وغادي نبدو نزولو من هاد الورق ممكن تعملو تا ورق الطبخ وكنبدو نوضعو في صافحة ديال الفرن ولف اللاطا هنا هادا اللي كيدخل الفرن كيكون شوية كيلتاصق فكنسحكم تعملو ورق الطبخ او البلاستيك غدائي او يعني السلوفين سافي بنفس الطريقة غادي نستمرو غادي نوضعو كل الحلوة ديالنا وفي نفس الوقت را عملنا الفرن نسخن على درجة اللي كتكون عالية واحد مائتان وعشرون درجة حتى كيسخن مزيان من بعد ما كيسخن سافي كنجيو وكننقصو درجة الحرارة كنعملوها مئة وخمسون درجة مئوية وندخلو الحلوة ديالنا نعملو النار من الاسفل حتى كتتحمر من بعد كنعملو على النار من الفوق باش تحمر من قليلا فقط من الفوق وضروري النار تكون خفيفة مئة وخمسون درجة باش كتجينا الحلوة مقرمشة وكتجيب حل بيسكوين اللي كيتباع جاهز سافي نايا هني خرجتهم من الفرن هذي اللطلولو هذي الثانية كنجيبوا شوكولاتة اللي دوبناها بشكل عادي على ماء سافي وكننبدو ونلسقو في الحلوة ديالنا كنعملو الشوكولاتة وكنجيو كنغلقوها يعني كنغلقو وحدة مع وحدة سافي ونفس الطريقة كنستمرو بيها هذي اللي بغيتو تغلقوها ما بغيتوش ركتخليوها كمهية حتى هكك ركتجي رائعة وكتجي فيها واحد القرمشة خطيرة غير هكا بالشوكولاتة كتجي هنا بحل بيسكوين سافي هنا غا نستمرو بنفس الطريقة حتى كنكمل كل كمية اللي متوفرة عندنا ونتمنى يا أخواتي تجربوها ركتجي لديدة 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 سافي هنا يا غادي نستمر حتى نكمل كل شي وطبعا غادي نشوفو النتيجة النهائية اللي هي هذي كتجي رائعة روعة وسهلة وبسيطة وشي حاجة اللي تناولوها مع الشاي تناولوها تعملوها العيد للضيوف قد طير هذه الحلوة يعني الطير في بلاستة فعلا كتجي روعة غادي نقسم معاكم باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي قرمشة وفي نفس الوقت هشيشة شوفوا القرمشة مهم حلوة تحفة 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 جربوها على حسابي وما تبخلوش علي بتعليقاتكم وكذلك انتقاداتكم أستودعكم الله